يعتزم الثوار والناشطون في ساحة التحرير والمحافظات العراقية بعد ساعات أن يطلقوا هاشتاك جيب الباق جيبة وعندما يطرح مثل هذا الشعار أو الهاشتاك على دولة وعلى سياسيين يمكن معيب جداً أن الشعب ينظر إلى طبقته السياسية أو إلى طبقته الحاكمة على أنه قد سرقته ولم يبقى في هذا البلد إلا الفتاة القليل وهذه الطبقة تسمع وترى وتوغل في السرقة وتوغل في القتل وتضطهد وتقتل من يطالب بحقوقه لذلك في كل مرة وفي كل حكومة يظهر لنا مصطلح ولكن اليوم هناك مصطلح إعادة هيبة الدولة والفرق بين هيبة الدولة وخيبة الدولة بون شاسع وكبير الدولة تكون مهابة وفيها هيبة ولها وقار ولها احترام في الداخل وفي الخارج عندما يقودها الحكماء وعندما يقودها الذين ينتمون إلى هذا الوطن ويعرفون ويقرؤون ويقدرون ويقررون المنهج الصحيح الذي تقاد به الدولة ولذلك يفتخرونه عندما تنتهي دوراتهم الحكومية أنهم كانوا بنات وكانوا مصلحين وقد نالوا رضا الله ورضا الشعب أما خيبة الدولة أو الدولة الخائبة هي التي يحكمها الصبية والمراهقون السياسيون والصغار الذين لا يجدون سوى فن النفاق والكذب والتدليس وصناعة الخنادق المتقابلة بين هذا وبين ذاك من يسقط الآخر ومن تكون الغنيمة لهم الأكبر وهكذا تضيع البلدان عندما يحكمها المراهقون وأشباه السياسيون والذين لا يكترثون لمعاناة شعوبهم وقد نبهنا وقد قلنا وقد تحدثنا ولكن الولد لا يقبلون أن يسمعوا أحد وصاروا يشبهون أنفسهم على أنهم آلهة في الأرض يفقهون في كل شيء